ولأهمية موضوع الاقتصاد وكلنا الحقيقة في دولنا العربية نهتم بهذا الشأم خلونا نرحب بضيفتنا الدكتورة رانيا الجندي الخبيرة الاقتصادية وبرحب بك أولا من ورانا السؤال اللي كلنا بنسأله طبعا إحنا مرينا بأزمات كلنا في العالم العربي كورونا وبعدها الأزمة الأوكرانية الروسية يعني بعد ما شفنا الأزمتين أثروا بإيه على الاقتصاد بالنسبة لنا الأزمتين يا فندم هم يعني تبعياتهم وانعكساتهم مختلفة تماما عن بعض فإحنا في 2020 لغاية 2022 كانت أزمة ركوت كلنا كنا عاديين في البيت كانت الفايدة على الودائع والإقراض كانت تقريبا سفرية بالنسبة للدول المتقدمة وبالنسبة لدولنا إحنا العربية كانت أحدية على عكس تماما أن أزمة روسيا وأوكرانيا اختلفت خالص بنتكلم في تدخم تدخم عالمي بنحاول أن نكبح جماح التدخم ونرفع أسعار الفايدة وأسعار الفايدة أربط أنها تبقى ضعف تقريبا العمل من وقت كورونا من وقت كورونا ما صنع أفلته شركات أفلته وكان واضح على اقتصاد العالم والتكنولوجيا المالية هي اللي كانت مهيمنة عاديين في البيت الشغل الأونلاين كان مهيمن وبالتالي القطاع ده كان صاعد جدا وواعد جدا وبيحقق إيرادات وأرباح يعني فوق المتوقع وفوق توقعات الشركات ومستهدفتها على العكس تماما إحنا دلوقتي عندنا تدخم حصل إيه بقى مع التدخم هي المشكلة بقى التدخم تاع أزمة روسيا وأوكرانيا أو نعكاستها إنه إحنا عندنا أزمة غذاء أسعار الغذاء ارتفعت فلما أسعار الغذاء ارتفعت المواطن دلوقتي مش قادر إنه هو يشتري نفس اللي كان بيشتريه قبل أزمة يعني ما كنا بنتكلم في أزمة كورونا كنا قاعدين في بيوتنا ما بنستهلكش مواصلات ما بنستهلكش يعني أي كان يعني بنتكلم في إيه كان الإنفاق أقلب كتير جدا لإن إحنا عاديين دلوقتي الإنفاق مضاعف والأسعار كمان بقت مضاعفين بقى مش بس الإنفاق مضاعف الأسعار مضاعف غذاء أهم حاجة بنتكلم أزمة غذاء بدأ ينخفض فهنا أرجع أقولك إنه في عشرين اتنين وعشرين أزمة روسيا أوكرانيا كان إيه ارتفاع أسعار النفط إلا حصل دلوقتي أسعار النفط مخفضة جدا وبالتالي إحنا بنعمل إيه والمصانع برضه متوقفة كانت متوقفة فأزمة كورونا ودلوقتي متوقفة بس الأسباب مختلفة تماما يعني ده سبب وده سبب والسطرات متلحقة فبالتالي حصل التدخم الكبير حصل تدخم كبير قللنا من إنتاج النفط ليه لإنه عشان سعره يتزم بعد ما وصل ل 140 دولار للبرميل من الكلم في 70 و 76 برنت خام ونفط برنت طيب إزاي ده حصل وإزاي برضه في كورونا كان من مينس في خلال سنتين فالطبيعي إن إحنا نتعايش بقى مع الأزمات ومش كل شوية نعول على الأزمات لإنه فيه أزمة تانية هتطلع وأزمة تالتها تطلع ولازم نتعايش مع الأزمات ولازم نتعايش إن الدورات الاقتصادية برضه موجودة معنا مع اختلاف يعني تدعيتها وانعكاسها دكتورة رانيا يمكن صح في التحديات كبيرة العالم كلياته صار أمام تحدي كتير كبير على الأقل فيما يتعلق بالأمن الغذائي حتى هذا المصطلح بلش يظهر بشكل كتير كبير ونشاهد مؤتمرات عالمية وإقليمية عربية بتتعلق في الأمن الغذائي بعد أزمة كورونا الآن إذن إحنا بما إنه ممكن نتعرض لأزمات أخرى كعالم لازم نفكر في تدابير في الوطن العربي بحيث إنه يكون في عنا تكاملية وتشاركية حتى ما نوصل لمرحلة التبعية الاقتصادية مظبوط؟ مظبوط بس إحنا للأسف في مرحلة التبعية الاقتصادية إحنا بنحاول إن إحنا نخرج من التبعية دي يعني زي ما إحنا موجودين دلوقتي يعني جميع الأوطان العربية وبنتكلم بلغة واحدة يعني حتى ولو كانت اللهجات اختلفت ولكن إحنا بنتكلم اللغة العربية فبالتالي ده اللي إحنا بنحاول نسعى إليه إن إحنا نقلل من التبعية إلى أن تتلاشى تماما فمحتاجين وقت ومحتاجين يبقى نفسنا طويل عشان نقدر نقلل من التبعية المشكلة إن إحنا بنقول إيه ده طب إحنا ليه ما بيحصلش تبادل سلعي الدولة دي بتنتبقى والدولة دي دلوقتي ما فيش حاجة اسمها دلوقتي هيمنة الدولار أخدت سنين فأنا بنحتاج إن أنا أخد سنين لغاية ما وصل إن أنا أقلل هيمنة الدولار عن طريق التعاون مش بس مع الدول العربية لأنا كمان محتاجة دعم من الدول اللي بتنافس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي صاحبة الدولار صاحبة العملة الصعبة اللي بتتحكم في أسعار النفط والدهب وخلافه طيب أنا عندي الصين الدولة رقم اثنين اقتصادياً طيب وعندي روسيا قدرت إن هي يعني تصدر الأمحو وتصدر وتصدر هيو أوكرانيا كمان طيب الدول دي أنا لو عملت معاها اتفاقيات مع الدول العربية قدرت تماماً إن أنا أبعد شوية هيمنة الدولار وبالتالي أنا كمان كدول عربية أقل للتبعية بتاعتي ده مهم جداً إن احنا ناخد وقت وناخد نفس في الأقل هل نملك إحنا كوطن عربي ما يمكننا من تحرير اقتصاداتنا من التبعية للدولار بمنتهى البساطة؟ أكيد نملك يا فندم إحنا النفط مهيم النفط في أزمة روسيا وأوكرانيا كان مهيم والنفط دلوقتي مهيم تمام حتى مع انخفاضه للسبعين مثلاً دولار للنفط خام من المية وأربعين مهيم برضو ليه؟ لأني باجي بقول أوبيك بلاس هخفض الانتاج هخفضته بنصف مليون هخفضه بنصف مليون ونصف كمان إضافي الدنيا كلها بترتبك فطبعاً هو مهيم ولكن لما النفط ما يتقيمش بعملات الدول العربية ويتقيم بعملة العملة الصعبة المتحكمة في العالم كله فإحنا بنقول محتاجين بعض الوقت لكن أنا مهيم مهيم بإنتاجي مهيم إنه أنا قدرت في أوقات كتيرة جداً أصنع أزمة نفط أقدر إن أنا كدول عربية أقف جنب الدولة اللي عندها أي أزمات وأقول أنا النفط عندي مش هصدره لفلان هقلل إنتاجه مفيش تبعية مفيش تبعية وأنا باتخذ القرار في تخفيض الإنتاج مفيش تبعية في تسعير البرميل فبالتالي أنا بس محتاج أخذ وقتي وقدرك قمتي في العالم كله وقدرك إنه إحنا لو بقينا يعني تكتل واحد زي تكتل الأوروبي وخلافه هنقدر والأسياء ويويوي الهند دلوقتي بقت إيه وإحنا هنقدر نبقى مش بس بالنفط إحنا عندنا العنصر البشري إحنا عندنا الفائد المالي في دول الحديد عندنا كتير موارد بصراحة وعندنا الزراعة وعندنا موارد كتيرة جدا نقدر نعمل تبادل سلعي أنا هدخل لحضرتك وليكن مثلا الفواكه والخضروات وحضرتك هتدخلي الزيوت النباتية أنا محتاج ده وإنت محتاج ده بالتالي هقل الأسعار الزيوت الغذاء دلوقتي قالوا أنه تقريبا نزل المؤشر بتاعهم 2.7% نزل ليه أنت دلوقتي بتقدر أن أنت تعمل عملية التباد طيب بس السؤال اللي أنا متأكدة لو مواطن العربي بتفرج علينا السؤال اللي بيشغل الناس إمتى ممكن أحس أن أنا قدرت الوقت أعمل هاي مناع الدولار إمتى ده وقتا يعني إمتى ده لما نبتدي نشوف البنوك المركزية بدأت تبقى فيها حصة للدينار العربي الريال العربي طبعا ما اختلاف مساميات الدول الجنيه وخلافه لما يبقى في حصص في سلة العملات أكبر هي في حصص لبعض العملات ولكن الحصة تبقى أكبر ما يبقاش أنا بقول أن العرق مثلا فيها 95 مليار دولار ومصر فيها 34 واربعة من 10 مليار دولار العرق هنا عملته كام والجنيه هنا عملته كام أول لما سلة العملات دي تبتدي أن هي أشوف فيها اتزام في العملات الموجودة عندي هشعر بالأمان وهشعر أن أنا قلصت بالتبعي فأنا محتاجة برضو هرجع أقول وقت ونفس أطول عشان أقدر أشعر بدا هو ده اللي خلت دول زاد دولنا الأربعة أردن، عراق، فلسطين، مصر دايما عندهم تعاون عندهم تعاون اقتصادي عندهم حاجات متكاملة هل ده يعني لو المواطن قاعد وشايف بما أن إحنا بيت للكل كمان إحنا نتاج لهذا التعاون أيضا فهذا التعاون ممكن يسمر بالفعل عن أشياء؟ هو هيسمر بالفعل وإحنا شايفين دلوقتي آخر اتفاقيات مصر هتصدر إيه؟ العراق هتصدر إيه؟ طب هندخل سوريا ولا لأ؟ طب هل ينفع الوقت ده نقدر ندخل لبنان كمان رغم الأزمة اللي فيها؟ فأكيد هيأثر وأكيد هيحصل لأنه إحنا محتاجين ده فيه شحة في السيولة الدولارية أعمل إيه؟ أتبادل السلعة أنت عندك السلعة دي وأنا عندي السلعة دي إيه مشكلتنا؟ الموانئ سواء كانت بحرية سواء كانت برية إزاي إن أنا زلت ده إزاي إن أنا أشيل الجمارك وأشيل يعني أي حاجة تعرقل عملية التبادل التجاري أنا رغم أشعر عندنا مشكلة لسه عامليني نفتتاح كبير لتحيا مصر أيها طب بالموانئ يعني مصر الله في مصر وكمان بنشتغل عبانيا تحتها مش بس في الدول العربية وفي أفريقيا كمان فإحنا يعني كدول عربية بدأنا نشعر بالأزمة وبدأنا نشعر أنه كل دولة لوحدها قيمتها كبيرة فعلا ولكن قيمتها هتزيد قيمة أمام العالم كله لما نكون في تكتل عربي وفي عملة عربية وفي اتزان في عمليات التبادل ومش هوفر لدولة شقيقة أو دولة جوار دولار علشان أخذ الثلعة بتاعتها